ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى خبر آخر وأيضا بشرة الحقيقة ربما البشريات اليوم كثيرة قال مركز بايو الأمريكي للأبحاث قال إن الإسلام سيكون أكثر الديانات انتشارا عام 2075 كما توقع أنه بحلول عام 2050 سيتساوى عدد المسلمين مع عدد النصارى حول العالم وجاء فيها الدراسة صادرة عن مركز بايو للدراسات وهي مؤسسة فكرية غير حزبية مقره واشنطن يتوقع أن تفقد النصرانية مكانتها لصالح الدين الإسلامي بنهاية القرن الحادي والعشرين مشيرة إلى أن الإسلام سيصبح الدين الأسرع نموا في العالم وأكبر دين له أتباع بحلول عام 2075 قالت الدراسة إنه بحلول عام 2050 سوف يساوي عدد المسلمين تقريبا عدد النصارى حول العالم إذا استمرت معدلات النمو السكاني الحالي على ما هي عليها ستتساوى لأول مرة في التاريخ أعداد أتباع الديانتين أشارت إلى أنه ببداية القرن العشرين كان للنصارى أكبر عدد من الأتباع بلغ نحو 560 مليون بينما بلغ عدد المسلمين 200 مليون مسلم أوضحت الدراسة الأمريكية أنه في ذلك الوقت كان النصارى يمثلون 34% من سكان العالم بينما شكل المسلمون 12% فقط من السكان فيما دقولوا الدراسة أخرى أجريت عام 2017 سينمو المسلمون بأكثر من ضعف سرعة نمو إجمالي عدد سكان العالم بين عامي 2015 و 2060 وستفوقون في النصف الثاني من هذا القرن على النصارى ليشكل أكبر مجموعة دينية في العالم